نقل موقع ولا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن احتمال شن عملية عسكرية في رفح قبل نهاية رمضان ضعيف للغاية يطلعنا أكثر على تفاصيل هذا التصريح والعنوين التي تختفي تحته معنا مرسلنا من القدس أحمد دروشة أحمد ما المزيد وما المعطيات التي تحيط بتصريح كهذا يستبعد شن عملية رفح بعد كل هذا الزخم الذي مهد لها وهدد بها في الفترة الماضية بالفعل أمال والصياق هو السجال إسرائيلي أمريكي علني خلال الفترة الماضية حول عملية عسكرية محتملة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح موقع والا الإسرائيلي ينقل على المسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن العملية العسكرية التي كان يتوعد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وصرى اعتقاد قبل نحو شهر من الآن إلى أنها ستكون وشيكة وربما خلال أيام على ضوء تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تصريحاته العلنية المتعلقة بعملية عسكرية من هذا النوع في هذه المنطقة التي فيها أكثر من مليون فلسطيني هذه التصريحات الإسرائيلية أثارت غضب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن علنا خلال الفترة الماضية عن معارضة الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية في منطقة رفح لا تأخذ بالاعتبار التحفظات الأمريكية المتعلقة بالأساس بوجود فلسطينيين في تلك المنطقة ورغم استبعاد مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن تكون هذه العملية العسكرية وشيكة خلال الشهر المقبل إلا أن موقع ولا الإسرائيلي نقل عن مصادر أمريكية تهديدها فأن الولايات المتحدة في حال شنت إسرائيل حربها على منطقة رفح وبدأت اجتياحها في تلك المنطقة فإن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقد الفيتو لإحباط مشروع قانون محتمل في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة كذلك بحسب مسؤولين أمريكيين فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن قرر شن عملية عسكرية في منطقة رفح بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن التي اعتبرها المسؤولون الأمريكيون واضحة فإن نتنياهو قد اختار أصطدام المباشر مع الإدارة الأمريكية بالتالي عليه أن يتحمل تبعات هذا الأمر حتى الآن كانت الولايات المتحدة تعطي موقفها المتعلق بحرب محتملة للاحتلال الإسرائيلي باجتياح عسكري محتمل لتلك المنطقة ضمن النصائح أنها تنصح إسرائيل بأن لا تفعل ذلك وتوصي إسرائيل بأن تعد خططا لإجلاء السكان تحديدا للمدنيين من تلك المنطقة لكن هذه أول مرة تبدأ ورود التسريبات في وسائل الإعلام سواء الإسرائيلية أو الأمريكية تتحدث عن إجراءات أمريكية محتملة ضد الاحتلال الإسرائيلي في حال قرر شن عملية عسكرية في رفع حتى الآن التحفظات الأمريكية لم تكن على عملية عسكرية في تلك المنطقة إنما كانت تتعلق بالأساس إيجاد ممرات آمنة للمدنيين هناك أولا وثانيا تتعلق بترتبات محتملة مع مصر حول الحدود وثالثا تتعلق بضمان إدخال المساعدات الإنسانية وزيادة دخولها إلى قطاع غزة وإيجاد آلية لتوزيع هذه المساعدات لكن يبدو أن وطيرة الغضب الأمريكي تتصاعد خصوصا على ضوء ما توصف إسرائيليا بأنها إهانات متلاحقة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي آخرها اليوم اليوم أمام مؤتمر إباك وهو أكبر لوبي إسرائيلي ويهودي في الولايات المتحدة قال بنيامين نتنياهو في مقطع مصور أنه من غير المعقول أن يطالب حلفاء إسرائيل إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة أو تحديدا بعدم الدخول إلى منطقة رفح كان يتحدث عن جملة من المواقف المتعارضة في موقف الإدارة الأمريكية من جهة يقول نتنياهو لا يمكن الإدارة الأمريكية أن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعندما تتحرك للدفاع عن نفسها فإن الولايات المتحدة تعارض ذلك أيضا فيما يتعلق بنتنياهو تحدث عن أن الولايات المتحدة كانت تروج هي الأخرى مع إسرائيل إلى أن حركة حماس تستخدم المدنيين في قطاع غزة دروعا بشرية ويحمل بنيامين نتنياهو مسؤولية حركة حماس مقتل المدنيين في قطاع غزة ويطالب الإدارة الأمريكية بتبني هذه المواقف نظرة أخرى يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكأنه يؤنب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تبنى الرواية الإسرائيلية ويقول له طالما تبنيت الرواية الإسرائيلية فبالتالي عليك أيضا أن تتبنى الأفعال الإسرائيلية شكرا جزيلا أحمد الدروشة مراسل العربي كنت معنا من القدس